ومن الخرطوم تنضم إلينا مراسلتنا در قنبو مرحب لكي در ضعينا في تفاصيل هذه المظاهرات التي دعت إليها لجان المقاومة في الخرطوم نعم ماجدة الآن بدأ المتظاهرون يتدفقون إلى نقطة التجمع المحددة من قبل لجان المقاومة في شارع إفريقيا في الخرطوم وبدأوا يضرمون النيرانة في الإطارات القديمة ويضعون المتاريس والحجارة لمنع السلطات لتأخير وصول السلطات إليهم في الحقيقة حينما تبدأ بمحاولة تفضل المظاهرات لجان المقاومة تحية المعمورة أعلنت تحركها على صفحتها على فيسبوك حيث بثت بثا مباشرا عن بداية التحرك كذلك التجمع في نقاط أخرى مثل باشدار في شارع الديم بدأت في الحادي عشر كما هو معلن وبدأت المجموعات في التحرك باتجاه نقطة التلاقي في شارع المطار أو شارع إفريقيا حتى الآن التجمع ما زال قليلا العداد ما زالت قليلا لكنها في العادة تبدأ في التزايد والتصاعد في مثل هذا الوقت تبدأ المظاهرات في هذه النقاط وتكون في شارع إفريقيا في العادة لا تتحرك من مكانها بل تبقى في شارع إفريقيا نفسه بمعنى أنها لا تستهدف الوصول إلى أي مكان آخر لا تستهدف الوصول إلى القصر الجمهوري أو إلى أي نقطة أخرى تفاديا للاحتكاك مع السلطات وتفاديا لسقوط ضحايا كما هو معتاد في المظاهرات التي تكون قريبة من القصر الجمهوري يعني ضعينا أكثر في مطالب المتظاهرين وأيضا درا نريد منك أيضا نطلع أكثر على الصور من خلفك التي تظهر حرق الإطارات نعم هذه هي البدايات التي تحدث في كل مظاهرة يقوم المتظاهرون بإضرام النيران في الإطارات القديمة لوقف الحركة قليلا وأيضا لتعطيل السلطات أو الشرطة حينما تحاول فض المظاهرات في بدايتها عادة الشرطة تبدأ فض المظاهرات منذ اللحظات الأولى لتجمع المتظاهرين حينما تكون وجهتها القصر الجمهوري لكن في حالة تكون الوجهة مثل شارع إفريقيا أو تكون فقط في مكان واحد لا تتحرك باتجاه أي نقطة تخشى السلطات من أن تحدث فيها تطورات أخرى لا تهاجمها من البداية لكن في العادة في مثل هذه الأحوال يبدأ تدفق المتظاهرين من نقاط مختلفة من جنوب الحزام أو منطقة جنوب مركز الخرطوم وكذلك من مناطق أخرى في الخرطوم تجمعات الكلاك لا تجمعات شرق الخرطوم كلها تلتقي في هذه النقطة وتبقى في حالة هتاف وتظاهر المظاهرات اليوم هي إحياء لذكرى أول مظاهرة حدثت في مستهد التاريخ في العام 2018 حيث انطلقت في هذا اليوم مظاهرات في قلب الخرطوم متحدي السلطات في ذلك الوقت ومتحدي القضى الأنمية والقمع الشديد الذي صاحب المظاهرات في ذلك الوقت هي في هذه الذكرى وغدا أيضا هناك تخطط لمظاهرات مماثلة في أمدرمان في ذكرى إحياء ذكرى تلك المظاهرات الأولى حينما وقعت قبل عامين إحياء ذكرى تلك المظاهرة سقط قتلى لم يكتشف أمرهم إلا اليوم الثاني حينما وجدوا وجدت الجثث ملقات شخور أبو عنجة في أمدرمان قرب البرلمان وغدا ستخيئ أمدرمان هذه المظاهرات أو ذكرى مقتل المتظاهرين الذين قتلوا في مثل هذا اليوم ولم يُعصر على الجثث إلا في اليوم الثاني شكرا لك مراسلتنا درة قمبو كنت معنا من الخرطوم